هل يا ترى مشروبات الطاقة ضررها اكبر من المشروبات الغازية واذا كانت مشروبات الطاقة دي مضرة هل فيها نفع ولا اه كلها ضرر يعني المفروض نتجنبها تماما ولا نشرابها كده كنوع من انواع المشروبات اللي ممكن تفوقنا او بالبلد كده تعمل لنا دماغه السلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة معدنا مع مشروبات الطاقة هنكلم عن كل حاجة تخص مشروبات الطاقة وهمش هنكلم عن مركة بعينها وبراند بعين وحنا نتكلم عن النوعية دي من المشروبات وعن اضرارها الصحية هل فعلا هي بتضر اكسامنا ولا ضرارها مبالغ فيه او سوشيال ميديا زودت شوية من موضوع اضرار مشروبات الطاقة بس قبل منبدأ حلقتنا النهاردة كل دعائنا وكل قلوبنا مع اهلنا في فلسطين يا رب ينصرهم ويربط على قلوبهم انه سبحانه وتعالى رب ذلك والقادر علي في البداية كده عشان نتكلم عن مشروبات الطاقة ما لها وما عليها لازم نبص كده على التوصيات اللي الشركات المنتجة نفسها كتبها على المنتجات بتاعتها من النوعية دي من المشروبات واول توصية هنلاقي ان الشركات لا توصي باستهلاك النوعية دي من المشروبات للناس اللي اهل من 18 سنة وكمان برضو بالنسبة للناس اللي اكبر من 18 سنة مفيش توصية بتقول اننا المفروض اشرب اكتر من عبوة واحدة سواء ازازة واحدة او كان واحدة من النوعية دي من المشروبات وده يدينا كده مؤشر ان المشروبات دي عليها بعض الاحتياطات اللي مش موجودة في المشروبات الغازية العادية او المياه الغازية العادية لان التوصيات دي مش مكتوبة على نفس المنتجات حتى لو من نفس الشركات بتاعة شركات المياه الغازية كمان برضو هنلاقي بعض المكونات الموجودة بنسب معينة بنوعية معينة موجودة في مشروبات الطاقة ومش موجودة في المياه الغازية وهنتكلم النهاردة عن ثلاث مكونات هم دول اللي عليهم الكلام كله في موضوع مشروبات الطاقة أول حاجة الكافيين وتاني حاجة السكر وتالت حاجة مركب كده اسمه التورين لو هنكلم عن الكافيين هنلاقي كل 100 ملي من أي نوع من أنواع مشروبات الطاقة بيحتوي على حوالي 30 إلى 40 ملي جرام من الكافيين يعني لو فرضنا لو إنسان شرب زجاجة أو كان عبوة يعني من مشروبات الطاقة اللي بتكون تقريبا كده من 300 إلى 400 ملي فهو كده بيدخل جسمه حوالي 120 إلى 130 ملي جرام من الكافيين يعني كده بمقام 3 كبيات قهوة تركي مركزين بون غامق يحتوي على الكافيين بالنسبة معقولة إذن أنا باخد كمية كبيرة من المنبيات مرة واحدة ولو اللي بيشرب النوعية دي من المشروبات ملتزمش بالتوصيل اللي موجودة على المنتج يعني شرب أكتر من عبوة هياخد كمية كبيرة جدا من الكافيين أي نعم الكافيين هيديله جرعة منبهة وفواءان وهايبقى يقز ومتنبه ولكن هيديله سرعة في ضربات القلب هيرفع له الضغط كمان برضو مع الوقت هيلاقي إن فيه إضرار في البول بشكل كبير كمان لو المشروبات دي اتشربت قبل النوم أو في المساء يعني أو بالليل بيكون نتيجة دا إن جودة النوم من حيث عدد الساعات وفي نفس الوقت برضو جودة النوم الوصول للمرحلة الرابعة من النوم اللي هو مرحلة النوم العميق بتكون قليلة جدا وده بيأثر على اليوم اللي بعده صحتنا بقى في اليوم اللي بعده وتركزنا بيكون أقل وده بيخلينا نشرب أكتر من المشروبات دا في اليوم اللي بعده عشان كده اللي بيشرب النوعية دي من المشروبات بيخش في سايكل كده أو بيدخل في سايكل كل لما يشرب أكتر كل لما يكون محتاج للنوعية دي من المشروبات أكتر عشان يحافظ على تركيزه وفواءانه وما يخليش صداع يجيله أو عينية زغلل أو يبقى مش مركز فهي بتبدأ بزجاجة واحدة أو عبوة واحدة ومع الوقت البناء دا ما بيبقاش قادر يستغنى عن نوعية دي من المشروبات لأن هي بتخليه في حالة طبيعية لما يشرب المشروبات دا ولما بيسيبها أو جرعة الكافيين المركزة دي ما بتدخلش جسمه بيبقى فيه حالة من حالات التشتت وعدم التركيز بشكل كبير جدا كمان برضو نسبة السكر اللي موجودة فيه منتجات مشروبات الطاقة وطبعا فيه علاقة كبيرة جدا من كتير من الأمراض والإفراض فيه استهلاك السكر بالذات السكريات المكررة واللي منها طبعا السكر المضافي اللي موجود جوه مشروبات الطاقة وليجي بقى للمركب التالت معانا اللي هو التورين التورين دا مركب ثابت في كل مشروبات الطاقة هنلاقي فيه مركب كده هنلاقي من ضمن المكونات اسمه التورين التورين ده عبارة عن حمض أميني كابريتي يدخل فيه تركيب وعنصر الكابريت والحمض الأميني دوت جسمنا بيقدر يصنعه وبيقى متركز في عضلة القلب ومتركز كمان فيه خلايا الدماغ أو خلايا المخ واحتياجنا للحمض الأميني ده من بره من المصادر الغذائية بيكون قليلة لأن زي ما قلنا جسمنا بيبقى قادر على تصنيع النوع ده من الأحماض الأميني كل 100 ملي بقى من مشروبات الطاقة بتحتوي على 100 ملي جرام من التورين دوت يعني لو شربنا عبوة مثلاً 400 ملي هتبقى فيها 400 ملي جرام من التورين وده احتياج زيادة من التورين دفعة واحدة ولو خدنا أكثر من منتج أو خدنا أكثر من عبوة بيكون فيه زيادة كبيرة جداً من الحمض الأميني دوت وده ممكن يعمل حمل زيادة على الكلة عشان كده فيه أوراق علمية ربطت ما بين الاستهلاك المفرط من مشروبات الطاقة وأمراض الكلة يبقى احنا عندنا مشاكل كتيرة جداً بتيجي مع مشروبات الطاقة خصوصاً كمان الإفراط في تناول النوعية دي من المشروبات ممكن يعمل لنا خفقان في القلب زي ما قلنا بارتفاع نسبة الكافيين يعني اطراف ضربات القلب ممكن يعمل لنا خلل أو اختلال فيه جودة النوم ممكن يعمل لنا إدرار مفرط في البول وده هيطرد الصوديوم من الجسم وده ممكن يعمل لنا عدم توازن للأملاح في جسم الإنسان وده بينعاكس سلبياً على صحتنا كمان برضو ممكن يزود الأحمال على الكلة شوية يعني باختصار كده مشروبات الطاقة دي ولو إن مفيش أبحاث للأمانة العلمية يعني مفيش أبحاث بتقول إن الاستهلاك المعتادل أو لنا لو خدت عبوة واحدة في اليوم أو منتج واحد في اليوم أو كل فترة كده شربت النوعية دي من المشروبات مش هيعمل لدرر مباشر ولكن نسبة قليلة جداً من الناس اللي بتلتزم بإنها تشرب عبوة واحدة مثلاً كل يومين أو عبوة كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع أو حتى هلتزم بالتوصية اللي موجودة على عبوة المنتج نفسه اللي هي زجاجة واحدة في اليوم أو عبوة واحدة في اليوم وده بيدخلنا في سايكل زي ما قلنا كده أو في دايرة من التعود على النوع ده من المشروبات لإنها بتدينا كمية كبيرة من المنبهات وطبعاً معظم مشروبات الطاقة بيكون فيها خلاصة بعض النباتات المنبهة فده ممكن يزود لنا قدرتنا على التركيز شوية والفواءان والصهلالة ولكن سرعان ما التأثير ده بيروح وبنبقى محتاج جرعة تانية وجرعة تالتة وبالتالي بقى منخش في الدائرة اللي احنا قلنا عليه مش بس كده أحياناً بعض الناس للأسف اللي بتشرب المشروبات الكحولية عايزين يغطوا على تأثير الخمرة أو تأثير الكحوليات فبيخلطوا مشروبات الطاقة مع المشروبات الكحولية وده بيخليهم يستهلكوا المزيد من الكحول وفي نفس الوقت ما بيبنش تأثير الكحول قوي فممكن بقى يسوق وهو شارب النوعية دي من خليط المشروبين دول ممكن يسوق أو يشتغل قدام آلات ممكن يكون محتاجة تركيز شوية وده ممكن يعمله أضرار ويعمل لناس تانية أضرار فالمفروض ناخد بنا من موضوع مشروبات الطاقة ده لأن ضرره أكبر بكتير جداً من نفعه ولو احنا عايزين شوية تنبيه ممكن القهوة العادية تافي بالغرض ممكن حتى القهوة سريعة التحضير تافي بالغرض ولو خلاص اتزنقنا قوي في النوع ده من المشروبات المفروض ان احنا نقتصد اقتصاد بالغ جداً في تناول النوعية دي من المشروبات مش بس كده كمان استهلاك المراهقين الناس اللي عندهم أقل من 18 سنة سواء للذكور أو للبنات ممكن يعمل لهم مشاكل اللي هم في غنى عنها ممكن يعمل اضطلاب في الدورة الشهرية عند البنات وممكن يعمل مشاكل في موضوع البلوغ عند الذكور يعني الافراض في استهلاك النوعية دي من المشروبات ضرروا أكبر بكتير من نفعه خلاص حلقتنا النهاردة مشروبات الطاقة ممكن تدينا جرعة كبيرة من التنبيه ولكن بتدي معاها جرعة من الأضرار فالمفروض ان احنا نخلي بالنا ونوعي أولادنا ونوعي شبابنا ان المشروبات دي ممكن تعمل لك آه تنبيه وممكن تديك سهلالة وممكن تديك فوقان انما الافراض في استهلاكها ممكن يعمل لك أضرار انت في غنى عنها تماما والمفروض ان احنا نراجع حساباتنا في تناول النوع ده من المشروبات يا رب اكون اجازة في حضراتكم النهاردة معلومة واشوفكم على خير الفيديو كاي